وإلى أخبار الفضاء حيث قالت دارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا إنها أجلت الموعد المستهدف للمحاولة التالية لإطلاق كابسولة ستارلاينر الفضائية من إنتاج بوينغ لاستبدال صمام الضغط في صاروخها الداعم ولن يكون الموعد الجديد لأول رحلة تجريبية مأهولة لكابسولة الفضاء قبل 17 من مايو هذا وتحظى رحلة الأولى للمركبة CST100 ستارلاينر باهتمام كثير إذ ستحمل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية